موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة الخاصة من هافانا التي نستضيف فيها رئيس اتحاد الطلب الجامعيين في كوبا رندي بيردومو جارسيا أهلا بك رندي على شاشة الميادين رندي هذا اللقاء الخاص معك نتطرق إليه نظرا إلى لقائك الأخير والأول الذي كان لك مع القائد فيدال كاسترو خصوصا بعد ستة أشهر من عدم ظهوره أعلاميا والإشعاعات التي تحدثت عن تدهور صحته قبل الحديث عن هذا اللقاء حدثنا بداية عن انطلاق فكرة الاحتفال بمرور سبعين عاما على دخول القائد فيدال إلى مقاعد الدراسة الجامعية أي من أين انطلقت هذه الفكرة مع بدي العام الدراسي بدأت مجموعة من الشباني أعداد بعض النشاطات الإبداعية ففكرنا نحن الشباب لماذا لا نحتفي بذكرى دخول فيدال جامعتنا كل من يدخل جامعة هافانا ويدرس فيها يفتخر بأن فيدال درس في هذه الجامعة لذا فكرنا في الواقع في إرسال رسالة تهنئة إليه بمناسبة الانتصار الجديد للثورة الكوبية وإيضا لدعوته إلى ندوة اسمها فيدال من القلب وذلك احتفالا بمرور سبعين عاما على دخول الجامعة قمنا بإرسال الدعوة وبعد أربعة أيام تلقينا الإجابة في الواقع حيث تلقيت منه اتصال هاتفي مساء وكنت ما أزال في المكتب وأبدأ اهتمامه بالدعوة والندوة وبشباب الجامعة بحد ذاتها وأكد هذا القائد العظيم اعتزازه بالثورة الكوبية بعد تلك بيوم واحد أي يوم الجمعة في الثالث والعشرين من كانون الثاني دعاني للقائه في منزله شخصيا وتحدثنا طوال ثلاث ساعات ونشأت علاقة صداقة بيننا وأبدى فيدال كذلك اهتمامه بالشباب وبهذه الندوة المقامة في ذكرى دخوله الجامعة والتي هي أيضا احتفال بتاريخ التعليم العالي في كوبا وتطوره كذلك إلى شانب التحديات العالمية التي تواجهها البلاد اليوم وفي السادس والعشرين من كانون الثاني في القاعة الكبرى في الجامعة قدمت لوحة معدنية تذكارية للكوبيين الخمسة وكانت لحظة فرحا لكل شباب في القاعة الكبرى ووصلت رسالة مواجهة إلى رفاقي في اتحاد الطلابة الجامعي أبدأ فيها رأيه في العلاقات المستجدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين كوبا كما تطمنت الرسالة مرحلة دخوله جامعة هافانا وأتى على ذكر عائلته كما صلط أيضا الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في هذه المرحلة الجديدة وبعد اليوم السادس والعشرين دعوة القائد في دال للقاء في منزله أصبحت معروفة لدى الجميع ما أفرح الجميع وشجع على القيام بعدد من النشاطات لاحتفال كما أراد والإجابة على السؤال الآخر حول كفية شعور الشباب بفدال وفي شأن ذكرى السبعين لدراسته في الجامعة فعلى رغم من مرور وقت طويل على ذلك لا يزال فدال حاضرا في قلوب الجميع وفي قلب جامعة هافانا بحدثاتها حيث درس في هذه الجامعة كل من فدال والكثير من القادة العظماء في تاريخ كوبا لقد شهدت الجامعة أحداثا مهمة في حياة طالبة خصوصا وحياة كوبا عمما نذكر أنه وفي القاعة الرئيسية الجامعة تم أول لقاء وأول عناق بين فدال والشافاز وأعتقد أن تاريخها والحاضرة كان مهمين جدا لتوسيع أفاق كوبا وتاريخها وروحها عام 1992 قام البابا يحن بولوس الثاني بسيارة قصيرة إلى الجامعة كما وصلنا عزم البابا فرانسيس على زيارتنا في أيلول المقبل وفي القاعة الرئيسية نفسها شجع فدال الشباب الكوبي في 17 من 22 نوفمبر وعبر عن أماله بنا وأعتقد أن أكبر درس نتعلمه من عودة الحوار بين كوبا وأمريكا هو أن الشعب الكوبي هو المسؤول عن تقرير منصير كوبا ومسارها ولا تستطيع أي من القوى الخارجية في العالم أن تنال من إرادته طالما كان فدال يعالق كل ثقاته وأمالها على الشباب ومع قدوم البابا يحن بولوس الثاني طغت روحية السلام والعدل والحياة على كل من كان في القاعة الرئيسة التي تضم رفاة الأب فارلا الذي علم التواضع والالتزام وجامعة هافانا حرصت كذلك بدورها على تعليمه تاريخيا عندما يتحدث فدال اليوم عن جامعة هافانا فانه يتحدث عن كل الشباب فيها وكل ما تحمله هذه الجامعة من معنى وأهمية بالنسبة إلى دورها في العملوية الثورية الكوبية رندي من خلال حديثك تطرقت إلى نقطة مهمة وهي الاتصال الذي تلقيته من فدال بداية بماذا بدأ هذا الحديث وما هو شعورك عندما تلقيت الاتصال من القائد فدال كاسترو حسنا بداية نود الإشارة إلى أنني أبلغ بالكاد من العمر 23 عاما وأنا لست من هافانا بل أنا أساسا من محافظة تدعى متانساس لا شك في أن سكان العاصمة محظوظون جدا لكونهم يحظون بفرص أكبر ربما لتعرفي إلى فدال كما أمضيت في متانساس كل سنوات دراسية الابتدائية والتكملية والثانوية ولم تكن في الواقع لدي فرصة حقيقية للقاء فدال وكان مفهومي عن الثورة وقادتها لا يتعدى في الواقع ما تعلمته من تاريخنا الذي عمل قادتنا التاريخيون على كتاباته ونحن بالطبع نكون لهم كل تقدير واحترام لما قدموه من تضحيات من أجلنا ومن أجل كوبا لقد حظيت في الواقع بفرصة تحدث هاتفيا إلى فدال وقابلته أيضا ما جعل مني إنسانا أكثر ثورة وغير من شوهر مفهوم الإنسانية لدي عندما كنت في مكتبي اتحاد الطلبة الكوبيين لم أكن أتوقع اتصالا هاتفيا من فدال قبل بضع دقائق فقط أخبروني أن سيتصل بي فدال وهو شخص دقيق جدا بالنسبة إلى التوقيت إذا قال أنه سيتصل في غضون عشر دقائق فثقي أنه سيتصل فعلا في غضون عشر دقائق اتصل بي وعندما أجبت ألقى التحية علي أكثر ما أدهشني آنذاك وما زال يدهشني حتى الساعة أسلوب تعاملي فدال القائم على المساواة والتواضع إنه إنسان أعتقد أن فدال أعاد إلى الأمة روحها وعلم الكوبيين حب الحياة حتى أن أغلب الكوبيين وأنا واحد منهم نفتخر بكوننا كوبيين وكل من يزورنا يتنفس الحياة والحرية في كوبا عندما أجبت على الهاتف ووقتها في الوقت تحدثنا قرابة الأربعين دقيقة أبدأ اهتماما كبيرا بأدق التفاصيل سألني عن أشياء لم أتوقعها قد ولم يخطر لي أنها قد تهمه إطلاقا إن قلت له مثلا إنني أجري الآن مقابلة مع قناة الميادين يسألني كم شجرة تحطو بكم الآن إنه فعلا يهتم بأدق التفاصيل التي لا يتوقعها أحد تحدثنا إذن قرابة الأربعين دقيقة بدأ حديثه مبديا اهتمامه بندوة الشباب وتساءل كذلك عن الترتيبات الجارية وجميع نشاطاتنا في جامعة هافنة وتوقيتها وسألني ما تنلتقي حتى ذلك يوم الجمعة الموافق للثاني ولا الشيء من كنون الثاني جدا لطالما قلت وسأظل أقول أنني في كل مرة أتحدث فيها إلى فدل أو بعد لقائي إياه أشعر بأنني في حلم وأشعر بحقيقة الواقع بعدما أستيقظ أعتقد أن معرفة فدل هي حالة يقذ تامة وحلم في الوقت عنه وهذا ما شعرنا به بعد ذلك الاتصال رأى الذي زادنا التزاماً أصبح فدل على مشارف التسعين من عمره لكنها تسعون عاماً من التجربة الغنية تسعون عاماً من الإعجاب تسعون عاماً من الحياة وتسعون عاماً ومزال يتعلم في كل يوم وينادي دوماً بالتعليم وتطور لكن فدل مفهم بالصحة فعلاً أنه متواضع ويدفعنا كي نصبح أفضل رندي تحدثت عن تفاصيل كما ذكرت المحادثة الهاتفية ولكن ما هي الأحاديث التي تم تدولها في خلال اللقاء الذي جرى بينك وبين القائد فدل وكذلك ما هي الرسالة التي وجهها فدل إلى اتحاد الطلبة الجامعيين فقبل أسبوعين تلقى الاتحاد مكالمة هاتفية منه ما هي الرسالة المباشرة لهذا الاتحاد كانت من قبل الزعيم فدل حسناً لليجابة على السؤال الأول بعد الاتصال الهاتفي الأول الذي وصلني ليلاً في المكتب جرى اللقاء الشخصي مع فدل أتذكر أن اليوم ذاك كان يوماً عصباً لأنني كنت ستعرف إلى فدل وكان يدور في مخيلة كثير من الأمور لكنني لم أتصور الكفية التي قد يبدو عليها فدل في الواقع تخيلت الكثير من الأمور لكن في الواقع لم أكن أتوقع ذلك بعد كل الإشاعات بأنه قد فارق الحياة وبعد مضي وقت طويل من دون خروجه علناً ولكون أجدادي في عمره تقريباً ولم أكن قادراً على تخيل فدل وكيف سيجري اللقاء بيننا زرته في بيته ورحبت بي زوجته تمشينا قليلاً في الحديقة وبعد قليل رأيت نافذة وكان وراءها فدل يرحب بي ويشير إلي بالدخول كان في انتظاري أشار لي بأن أدخل الصالة وعندما وصلت إليه توقف ليسلم علي فقلت له ابقى جالساً كومندانته فأجبني فلنرى كم أنت شبيه بسانتون إيتيفيريا وهوسي أنتونيو إيتيفيريا كان قائداً كبيراً للطلبة والشبيبة في تاريخ كوبا وكان أيضاً رئيساً لإتحاد طلبة الجامعيين في جامعة هافانا قبل نجاح الثورة الرفاق في النضال تحدثنا ثلاثة ساعات تقريباً وفي هذه الساعة الثلاث قرأ علي من كتب أدبية وأشار إلى صفحات معينة وحكيها لي عن الرسالة التي سيرسلها في السادسة عشر من كانون الثاني إلى الشباب في كوبا شهدنا التلفاز بعض الوقت وعرض علي بعض الصور وتحدثنا عن أمور عديدة تقلقه على الصعيدين الداخلي ودولي تحدثنا مطولاً ثلاثة ساعات تقريباً وبعدما فرغنا ودعني بعناق نعتقد أنه كان عناق التزام أما بالنسبة إلى السؤال الثاني بخصوص آخر اتصال هاتفي مواجه إلى شباب فقد أبدأ اهتماماً أعبر عنه مرات عديدة في كيفية احتفالنا بالذكرى السبعين حيث كان يتابع أخبار الصحافة والصور التي يلتقطها الشباب وسألني سؤالاً غريباً جداً سألني راندي كم شاباً يمتلك كاميراة تصوير فوتوغرافي فأجبته أربعة شباب فقال لي أتمنى أن أتمكن يوماً ما من إنتاج هذه الكاميرات وأن يشتريها كثيرون في النهاية قال لنا أنه سعيد جداً بالتحدث إلينا وعبر عن امتنانه للشباب المشاركين في الذكرى السبعين هذا ولكل الشباب في كوبا الذين يقومون بأعمال شبيهة يومياً ويرفعون من شأن الإنسان ويزورون أماكن تاريخية وهذا ما علينا أن نفعله نحن الشباب أن نتعرف إلى تاريخنا ونشعر به في أعماقنا وما يميزنا كشباب كوبي راندي تحدثنا بتفاصيل اللقاء وأيضاً المحادثة الهاتفية التي جرت بينك وبين فدال وكذلك أيضاً الاتصال الهاتفي قبل أسبوعين كذلك بين القائد فدال واتحاد الطلبة الجامعيين في كوبا ولكن إذا انتقلنا إلى دور الشباب بالفعل وبصفتك رئيس اتحاد الطلبة الجامعيين في كوبا كيف يمكن أن نصف اليوم مخاوف أو دور الشباب الكوبي ولسيما أن الثورة الأنجح كانت في بلاد العالم هي الثورة التي تمت في كوبا وانتقالها من جيل إلى آخر اليوم كيف تستمر بالتالي هذه الثورة بالانتقال من الجيل إلى آخر وهل لازالت راسخة بالفعل لدى الجيل الجديد؟ أعتقد صراحة أن لكل جيل مخاوفه وقلقه الخاص به على الصعيدين المهني والشخصي كحد سواء لكنني أعتقد كذلك أن المشاركة وإعادة الثقة بالذات إلى جيلنا في كوننا لم نخيب الأمال وفي كوننا سنثابر على طريق نفسها هي ما تجعل من الثورة أمرا رائعا الثورة التي تمكنت من تكوين الأجيال جيلا بعد آخر ولم تنس أحلامهم بالاستقلال والنصر وغيرهما من الانجازات التي حققتها الثورة الكوبية خلال العوام التسعة والخمسين الماضية عوام من فكر ماركس وفدال معا هذا ما صنعناه من تاريخنا الخاص ومن حياة خاصة بنا من ذكريات خاصة بنا ستنقذنا في المستقبل كجيل شاب يعرف كيف وجه الثورة رمد انطلاقا مما تحدثنا عنه هو مسيرة النهج والمبادئ التي قامت عليها الثورة الانتقال من جيل إلى آخر ووصولها بالتالي إلى جيل الشباب اليوم في كوبا بعد إعادة العلاقات أو الخطوة الأولى التي تمت واللقاء بين أوباما والرئيس كاسترو بين الرئيسين الأمريكي والكوبي كيف ينظر الشباب الكوبي إلى هذا الانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية هل لديه مخاوث وما هي التحديات التي تواشهه رؤية الشباب الكوبي في أحلامه ربما وثقته الرؤية هي أن فيدال وراول يقوداننا عبر طريق صحيح أعتقد أن صلة الوصل الحقيقي بيننا هي الشعبان الكوبي والأمريكي في هذا الحوار بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية فإن إعادة العلاقات بين كوبا وأمريكا تلخص ما تعلمنا من التاريخ ألا وهو محاولة تخطي كل التناقضات بين المجتمعات المختلفة والعقليات المختلفة واليوم علينا أن نستجيب من منطلق كفاحنا الثوري ومسؤولياتنا السياسية لنتمكن من الاستجابة إلى حاجات الشعب عن طريق المحبة وعن طريق الاحترام وبكون إعادة العلاقات والحوار بين كوبا وأمريكا في رأيي تشكل إنقاذا لكل البلدين كما تشكل درسا للعالم كله عن السلام وعن العدل سيحدث هذا عندما تتمكن كل من كوبا وأمريكا من عادة تأسيس علاقتهم الدبلوماسية راندي بوردومو جارسيا أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء الخاص من العاصمة الكوبية هافانا والشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة